المترجم للقناة راح نيجي نشوف شن الاشياء اللي بغت عندنا اذا تذكر بالمحاضرات السابقة غطينا تقريبا الجزء الخاص بالجروب وباليوزر واخدنا الاشياء اللي خاصة بالبوليسي راح نتكلم ان شاء الله أنيوك اليوم على موضوع الرولز قبل ما ندخل بتفاصيل موضوع الرولز مالتنا خد نيجي أنيوك نشوف شنو فكرة اللاب اللي راح نسوي او شنو الغاية من الرولز بالبداية الغاية من الرولز بكل بساطة يا شباب ممكن بأنه أنيوك نتجي نسوي بوليسي معينة وهي البوليسي نتجي نسوي لها انستول او نتجي نفعلها ويها انستانز معينة ويها EC2 مثلا طيب شنو السبب أو شنو الغاية من هاد الشي ممكن يكون عندي هاي الانستانز ماتي هاي ال EC2 ممكن يكون بيها أبليكيشن معين أوكي وهذا الأبليكيشن يحتاج يسوي أكسس الى الاستورج مالتي الى الاسي ثري الى الاسي ثري حلو كون ان هذا الابلكيشن يحتاج يسوي اكسس الى الـ S3 عندي اكثر من option او اكثر من خيار حتى اتي حال امكانية ممكن بانه اخلي الـ username والـ password اللي سويناهن بالمحاضرات السابقة اللي خاصة بالابلكيشن بداخل الابلكيشن اخلي الـ developer يخليلي اهن او ممكن انه اضيفهن على الـ EC2 وبنفس الوقت بهاي الحالة راح يقدر يسوي اكسس على الـ S3 اللي موجودة عندي فاذا اللاب اللي ريدي نسويه انيوك ان شاء الله اليوم اول شي راح نجي نسوي الرولز اللي خاصة بنا اوكي بعدها راح نجي نشوف شون نضيف هاي الرولز الى الـ EC2 تمام وبعدها راح نجي انيوك نسوي الـ S3 باكت مالتنا بالمناسبة موضوع الـ S3 احنا بعدنا ما متكلمين عليه نهائيا لكن انا راح اراويك جزء بسيط جدا جدا من عنده السبب حتى نقدر نكمل اللاب مالتنا وينجح عندنا اللاب ان شاء الله خلنبدي انيوك نشوف شنو الـ user اللي موجود عندي وشنو الـ rules اللي راح نجي نسويها انيوك اذا تذكر اول شي راح نجي على الـ users عندي هنانا يوزر خاص بالـ application اللي هو كان اسمه hub server هذا اليوزر اللي انيوك راح نستخدمه فاذا اليوزر عندي موجود ما عندي بي اي مشكلة راح نجي انيوك للـ rules click 1 ونجي نقول له create rules بعدها راح نجي نختار السيرفس اللي راد نفعل عليها الـ rules راح اجي اختار الـ EC2 كون اني راح اسوي الـ rules ماتي مع الـ EC2 فقلق واحد على الـ EC2 وراح اقول له بعدها permission next permission بعدها راح نجي عنيوك نسوي create policy او ممكن بانه نحدد الـ policy ماتنا اللي موجودة هنانا كون اني اردى اخلي الـ EC2 ماتي تقدر تسوي access على الـ S3 فممكن بانه اجي بالسيرج اسوي S3 راح تطلع لي كل البوليسيات اللي موجودة خاصة بالـ S3 راح اجي اختار الـ policy اللي خاصة بالـ Amazon S3 full access بعدها راح اجي اعطيه next تحب تضيف تاغ ما راح اضيف أي تاغاني وبعدها راح اطيه next قلي انطيني اسم له هاي الـ rules اللي انت راح تسوي ليها مثلا نجي نسميها EC2 S3 full access اوكي بعد راح نجي عنيوك ننطي create rules فالمفروض هسا حاليا صارت عندي الـ rules ماتي جاهزة اللي هي اسمها EC2 S3 full access هاي المرحلة الاولى اللي انيوك سويناها المفروض انيوك هسا نجي نشغل الـ instance ما لتنا نسوي لها running لـ instance ما لتنا ونشوف شون نجي نسوي لها link فراح اجي على الـ dashboard الخاص بيه على surface اختار الـ EC2 راح تكليك open new tab حتى تبقى عندي هذا الجزء شغال ويبقى عندي هذا الجزء موجود اوكي بعدها راح اجي على الـ instance مثل ما تلاحظ عندي instance حاليا بسوي لها running اوكي شغالة وبنفس الوقت صراحة داخل عن طريق الـ console مالتها بمعنى داخل عن طريق برنامج الـ bootie وهاي الـ instance اللي موجودة عندي اوكي فاذا الـ instance مش تغلها ما بها اي مشكلة هنجي نسوي الـ bucket مالتنا عن طريق الـ S3 فراح اجي على surface واختار من الـ storage اختار الـ S3 right click ونقول له open new tab حتى يبقى عندي اكيد هذا الـ console موجود راح افتح عندي هذا الـ console الخاص بالـ S3 طبعا انا مو موضوع اليوم الـ S3 بس راح ارويك شو نقدر نسوي الـ bucket ان شاء الله الموضوع جدا بسيط راح اقول له create bucket قل لي انطيني اسم للـ bucket mat tech مثلا راح اسمي test.iq بعدها راح اجي اقول له create او يما اقول له create من هذا الجزء صراحة اوكي هذا الجزء الى اسفل الشاشة خلو نحاول نغير اللون تمام او ممكن بانه اعطيه next وورا ما اعطيه next راح يدخلني بموضوع configuration والpolicy والpermission وهي التفاصيل انا ما راح ادخل بهاي التفاصيل حاليا مثل ما اتفقنا مو موضوعنا لليوم اوكي فمباشرة راح اجي اعطيه create من اخر الشاشة على ايدك اليسار فرح اجي اعطيه create المفروض حاليا راح يسوي create للـ bucket mat وظهرت قدامك هاي الباكت اللي موجودة عندي حلو راح نرجع عنوك مرة ثانية للإنستنز هاي الإنستنز مالتنا اللي احنا اتفقنا مسوين عليها telnet عن طريق او سوري مسوين عليها ssh باستخدام برنامج الput اول ما دخلنا عنوك على الإنستنز مالتنا راح نجي نشوف هال من الممكن هال من الممكن هاي الإنستنز السوي اكسس على الـ s3 هل هذا الشي ممكن او لا انا ابعدني لحد الان ممسوين لينك او بمعنى ادق مضايفه الرول زماتي مع هاي الإنستنز بس خلنا نشوف ممكن اسوي لها اكسس بدون ما اضيفه الرول زماتي او لا راح نجي نقول له so do dash su اوكي بعدها راح نجي نقول له aws space s3 space ls استعرض للـ s3 اذا تلاحظوا ايا ما راح يجيب لي اي معلومة ليش انا ما عندي برميشن حتى اقدر اوصل من هاي الإنستنز الى الـ s3 متفقين؟ طيب اشلون نجي انيواك نسوي لينك او نضيف الرول زمانتنا للـ s3 ممكن بانه اجي اختار الانستنز مالتي عليها right click واجي اقول له من الانستنز setting واجي اقول له attached او replace iam rules او ممكن من الـ action نفس الشي ونجي انيواك نسوي اتاش للرول زمانتنا click واحد راح نجي انيواك هنانا نختار الرولز اللي سويناها اللي اسمها ec2 s3 full access بعد راح نجي نقول له apply المفروض هسه انضافت عندي الرولز بداخل الانستنز حتى اتأكد بانه شغلي صحيح راح ارجع مرتل لخ للكونسول مالتنا وارجع عيد الامور ماتي اللي اسمها ews s3 ls وانطي انتر اذا تلاحظ ويايا بانه مظاهر عندي الباكت اللي موجود فاذا نقلي عندك باكت هنانا اللي هو اسمه test.iq تمام؟ فاذا قدرت اسوي access من الـ ec2 الى شنوه؟ الى الـ s3 حلو فاذا هاي المشكلة ماتي انحلت خلي نحاول بانه انوياك نشوف نقدر نسوي او نقدر نضيف باكت مثلا جديدة بداخل الـ s3 مالتي نقدر هذا الشي نسوي او لا انتبه ويايا راح ارجع الـ s3 من الـ tab لي فوق راح اصور refresh حاليا ما عندي ايشي فقط هاي الباكت اللي موجودة اوكي فريد نشوف بانه هذا الشي راح ينجح او لا راح ارجع انوياك مرة ثانية البرنامج ارجع الـ putty ونجرب هذا الشي راح نقول لـ aws s3 سوي لي الباكت مالتي عن طريق الـ s3 ونقطين ونجي ننطي اسم مثلا نجي نسمي انوياك الباكت مالتنا dot iq فقط ورح ارجع اعطي انتر اول ما اعطيت انتر قلي اوكي الامور اوكي وصارت عندك هاي الباكت حتى اثبت لك هذا الكلام ممكن بانه نجي هنا انا انوياك ونسوي مرة ثانية aws s3 اذا تلاحظ بانه وصار عندي 2 باكت وممكن صراحة نشوفهم هنانا المفروض تبين عندي هنانا صح فرح اجي كل ما هنوك اسوى refresh اذا تلاحظ ظهرت عندي تمام فاذا نسويت refresh ظهرت عندي الباكت اللي موجودة حلو خلنشوف بانه نقدر نمسحها لهاي الباكت ممكن بانه بكل بساطة اجي اقول له نفس الباكت اللي سويت لها create لكن هالمرة اريدك تسوي لها remove وتمسح لياها قل لي اوكي سوينا لها delete ومسحناها ممكن نتأكد من هذا الشي عن طريق ال الاس مرة ثانية وقت عندي فقط الباكت اول واحدة اللي سويناها وحتى نثبت هذا الشي ايضا راح اجي اسوي refresh من هذا الجزء تمام ونشوف بانه المفروض هاي الباكت تلمسح حتى نتأكد من هذا الشي هاي الرفرش اذا تلاحظ بانه المسحة عندي المسيج اللي اردى وصل لك ياها بانه ممكن نسوي فد بوليسي معينة او فد رولز معينة وهاي الرولز مالتنا نجي نضيفها ويا من ويا ال EC2 شنو السبب؟ داخل ال EC2 اتفاقنا راح يكون عندي فد أبليكيشن معين وهذا الابليكيشن بدال ما اضيف بي اليوزرنام والباسورد مالتي اريده مباشرة نسوي access element لل S3 شنو السبب يسوي access لل S3 ممكن بانه يخلي الديتاماتي بداخل صراحة بيها اكثر من استخدام لكن حبيت اخذ هذا المثال حتى نوضح الفكرة ان شاء الله اوكي لحد هنا انا ما عندي اي مشكلة خلنرجع عنيوك مرة ثانية للإنستانز ونشوف بانه في حالة ردنا نضيف رولز جديدة لهاي الإنستانز هل هذا الشي ممكن او لا طبعا الجواه هو غير ممكن بس حتى اراوك اياها لان اردى وصل لك فد ميسج المسج ما تتقول بانه كل إنستانز لازم تضيف لها رول واحدة فقط ما تقدر تضيف لها اكثر من رول فاذن هاي تعتبر احد المشاكل او المعوقات اللي راح تكون عندك بالحالة العملية ممكن بكل بساطة بانه نمسح هاي الرولز من هنا اقدر اقول له نو رول واقدر اقول له قل لي اوكي تريد تمسحها اوكي مسحتها فاذا اجينا هسا مرة ثانية انا سوينا AWS S3 LS عن طريق البوتي ما راح يظهر عندي ايشي لان انا شلت الرول من الانستانز اللي موجودة عندي طيب هاي الطريقة شفنا بانه شو نضيف الرول اذا كانت الانستانز ماتي موجودة ممكن اذا سوت launch انستانز كل بساطة نختار مثلا الامج مالتنا من هنا لان هذا مو موضوعي ممكن من هنا نجي نختار الرولز مالتنا اذا تلاحظ وياه خلح حاول اقشر لك عليها فاذا ممكن اثناء ما تسوي launch انستانز ماتيك تحدد الرولز اللي موجودة عندك لهذه الانستانز موضوع الرولز اعتقد جدا بسيط وما بي اي مشكلة ان شاء الله خلنجي انيوك نكمل ونشوف شنو الجزء الثاني اللي بقاننا من موضوع الام فاذا هاي الرولز اللي انيوك سويناهم بقى عندي موضوع بانه شلو نقدر اسوي اكسس باستخدام اليوزر اللي هو مستخدم السكرت كي والأكسس كي اذا تذكر جنا بانه هاي اليوزر اللي مستخدم السكرت كي والأكسس كي ممكن بانه نخليه على أبليكيشن معين تمام او ممكن بانه يستخدم اي شخص ويسوي لوجين باستخدام السي ال اي تمام او الاس دي كي وهاي التفاصيل الخاصة بالديفلوبر اكو في التولز خاصة من امازون اسمها ال اي دابلو اس سي ال اي رح نجي انيوك نسوي لها داونلود ونشوف شون نقدر نتعامل وندخل عن طريق هاي التولز بداخل الاسدري مالتنا وشون نقدر نسوي او نضيف باكت معينة او نمسح باكت معينة حتى نشوف هذا الشي صراحة كل ما هنالك رح اجياني نسوي الداونلود لهاي التولز انا ممسوي لها داونلود ولا ممسوي لها انستو فراح اجي كل ما هنالك اكتب لها اي دابلو اس سي ال اي ويندوز ويندوز ظهرت عندي هذا اللينك اتاكدت بانه هي موجودة بالويندوز بال 64 بس ما سويت لها انستول فراح اختار للويندوز مالتي اللي هو 64 وراح نجي نسوي لها داونلود وانستول ان شاء الله سويها طبعا اكفت نقطة مهمة بانه ممكن انت تكون عندك مويندوز يكون عندك ماك فهذا شي ايضا موجود على الماك ممكن يكون عندك اي نظام تشغيل ممكن تشيك عن طريق الوب سايت الخاص بامازون اوكي رح بدي اسوي انستول لهاي التولز مالتنا راح اقول لي open راح اعطي next accept the agreement next next install بدا بعملة الانستوليشن بعدها راح نجي نعطي finish راح نجي عن ايوك هسا نفتح ال cmd بعدها راح نجي بعد من انتهت عملية الانستوليشن بالمالتي نكتب ال aws configure enter راح يبدي يطلب من عندي معلومات قل لي اول شغل اريد من عندك تنطيني ال access key طبعا ال access key احنا منين راح نجيبه راح نرجع عنوك مرة ثانية ال iam نختار ال user مالتنا اللي موجود اذا تلاحظوا ايا عندي باليوزر فاتشي اسمه ال access key نجي عنوك بس نختار ال access key فاذا ال access key موجود عندي هنانا بس انتبهوا اياي هذا ال access key بعد عندي secret key فلهذا السبب اذا تذكر قلنا بانه لازم نجي نسوي download عنوك لل access key ونجي نسوي download element لل secret key مرة واحدة راح يبين عندي بعد ما راح نقدر نشوفه نهائيا لكن اكو طريقة ثانية صراحة في حالة ضع عندي ال access key وال secret key اكو طريقة بانه نقدر عنوك نشوف شون نقدر نسوي واحد جديد ورح نتكلم عليها ان شاء الله بعد ما نخلص موضوعنا طيب خلني اجي عنوك نشوف بانه وين حطينا ال access key وال secret key هذا هو ال access key راح اخذه copy تمام نفس ال access key اذا تلاحظوا اياي راح اطي enter قل لي انطيني ال secret key راح واقف الفيديو يا شباب ثواني فقط احاول انو اوصل لل secret key وبعدها ارجع مرة ثانية هذا هو secret key الخاص باليوزر مالتنا راح اطي enter قل لي انطيني ال region ماتك او ال region name اللي راح تستخدم ليها راح نستخدم انوك ال region ماتتنا اللي هي default اللي هي us-t-1 فاذن هاي ال region name ماتي ال default راح احبقي انتر ما راح تسوي اي شيء اوكي طيب هس اني سويت connect ويا المفروض ويا ال aws console او عن طريق command line ماتي حتى تأكد من هذا الشيء ممكن اقول له aws نفس الشيء اللي سونا قبل شوية ننجي نقول له s3 space ls enter اذا تلاحظوا اياي بانه انه قل لي error اللي هو شنو ال error طلع عندي access deny ها المفروض انوك نتأكد هذا الشخص اللي دنسوي بي login عن طريق ال access key والsecret key هاذا هل هو عندي permission يقدر يسوي access للs3 مالتنا حتى نتأكد من هذا الشيء راح ارجع لليوزر اللي هو خاص بالapplication اذا تلاحظ مضايب في له اي permission انوك هذا اليوزر اللي هو خاص بمن خاص بالapplication حتى نضيف ل permission مالته راح اقول له add permission ونجي على policy مثل ما اتفقنا ونضيف policy اللي خاصة بالs3 ونختار ال policy اللي خاصة بالs3 وحاقول له next وحاقول له add المفروض بينات عندي هنا ال permission راح ارجع انوك على CLI وعيد نفس الامور مالتي وانطي LS المفروض ظهر عندي الباكت اللي انوك سوناها قبل شوية اذا تلاحظوا يا اي بانه هاي الباكت اللي موجود عندي بالمناسبة نفس الاوامر نستخدمها انوك نفس اللي سوناها عن طريق linux نستخدمها هنا يعني اقدر اسوي باكت جديدة بنفس الخطوات راح اقول له aws s3 ونجي ننطي اسم الباكت مالتنا مثلا نجي نسميها ok dot iq 0 1 خلني نجي نسميها المرة ننطي enter sorry الس3 ما كاتبيها فقط كتبنا اس هي المفروض الس3 احنا اتفقنا اوكي قلي هاي الباكت صارت عندك حتى نثبت هذا الشي راح اجي اسوي الس3 المفروض بين عندك بانه هاي الباكت اللي صارت حتى امسحها نفس التفاصيل نقدر نستخدمها انوك لكن كل ما هنالك راح نقول له نسويها remove ايضا نسينا الثري اللي موجودة عندنا اوكي شايت اقول الس3 كلام لكن مدى اجي اكتب هنا نهائيا زيان فاذا قدرنا نعرف شون يسوي انوك اكسس باستخدام AWS CLI بوقت عندي نقطة اخيرة اريد نتناقش بها انوك في حالة صارت عندي مشكلة بالأكسس كي وبالسكرت كي وما قدرت اوصل له يعني مثلا اليوم كنتم سوي لهن داولود لقيتهن بالداولود اللي موجودات عندي لكن ممكن انو يضيعا من عندي شنو الحل هل من الممكن انو نسترجعهن حتى اكون دقيق وياك بالمعلومة لحد الان ماكو اي حل تقدر تسترجعهن لكن اكو طريقة ثانية اذا تلاحظ هذا الاكسس كي انتبهوا اياي انا حاليا داخل باليوزر يعني كليك واحد على اليوزر ماتي اللي هو اسمه اب سيربر اللي هو خاص بالابلكيشن بعدها اجيت على السيكورتي اوكي اذا نزلي جواني هاك تلاحظ عندي هنا فتشي اسمه الاكسس كي صح وحاليا شنو حاته اكتب بكل بساطة ممكن بأنه يجي هنا احاوله الى شنو الغي اصوله اناكتب اوكي طيب وبعديا ممكن اصوي كريات اكسس كي جديد ها حلو لما راح جيسوي كريات اكسس كي جديد بكل بساطة اقدر اصوي شو واخذها منه او اقدر اصوي الداونلود متفقين راح نيجي اونياك نصوي هذا الشي سوينا مثلا داونلود انضاف عندي راح اقول اكلوز ذات لاحظ اتفعل عندي هسا الاكسس كي الجديد ممكن بأنه بكل بساطة نمسح القديم عن طريق الاكس اللي موجودة عدنا هنا او ممكن بانه نرجع نسوي الاكتبات مرة ثانية امسح هذا ممكن ايضا وارجع على هذا اصوي الى اكتب اذا لقيت او اذا ردت تتعاملو اياه مرة ثانية لهنا نكون وصلنا انياك نهاية موضوعنا لهذا اليوم اتمنى انه يكونوا استفاد من عنده شكرا ايكم والسلام عليكم